برغم طرده في المباراة الاخيرة ضد ديرين الا ان جماهير نان اختارت مصطفى محمد افضل لاعب للشهر التاني على التوالي التفاصيل في الفيديو ده بستابع معايا للنهاية ولكن في البداية انا بدعوك بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان الفيديو اللي جايه مهم جدا جدا ونرجع لموضوعنا مرة تانية توج الدولي المصري مصطفى محمد بجايزة افضل لاعب في فريق نان خلال شهر سبتمبر فيواصل الفرعون المصري تقلقه اللافت في الموسم ده بعد ما فاز بنفس اللقب الشهر اللي فات واعلن نادي نان حصول مصطفى محمد على جايزة افضل لاعب في الفريق مؤكدا حصول الفرعون على 47.53% من اصوات الجماهير اللي شاركت في الاستفتة متفوق على موسي السيمون اللحظة بتصويت 29.47% وريمي دي كام الحائز على 13.77% من الاصوات ودوغولاس اوغسطو بواقع 9.23% من الاصوات تعالوا نشوف ازاي مصطفى محمد حقق بداية نارية مع فريق نان نجح مصطفى محمد خلال الموسم ده في تسجيل خمس اهداف في سبع مباريات في الدور الفرنسي خلته هداف الفريق بالاضافة لوصافة جدول ترتيب الدور وسبق ان توج مصطفى محمد بجايزة لاعب الشهر في فريق نان خلال شهر اغسطس بعد حصوله على اعلى الاصوات من قبل الجماهير احرز مصطفى محمد هدفين خلال شهر سبتمبر في اربع مباريات خضها كانوا في مرمى مارسيليا ولوريان واصبح مصطفى محمد اول لاعب من فريق نان ينجح في تسجيل خمس اهداف خلال اول ست جوالات من المسابق منذ وجافة نودران موسم 95-96 اتعرض مصطفى محمد لاول حالة طرد في مسيرته مع فريق نان في الدور الفرنسي في الدئة 77 وخسر فريقه 3-1 نانت في المركز الثلاثتاشر في جدول ترتيب الدور الفرنسي برصيد 8 نقط فاز في مبارتين وتعادل في اتنين وخسر في تلاتة وسجلوا 12 هدف وتلقوا 14 هدف كل التوفيق لنجمينا المصري مصطفى محمد واتمنى ان الفيديو يكون عجب حضراتكم وفي النهاية لو عجبك الفيديو ادعمنا باللايك ولو لسه ما اشتركتش في القناة انا بدعوك بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان الفيديو اللي جاي مهم جدا جدا وشكرا للجميع اشتركوا في القناة